سيروا بسم الله لا تقتلوا طفلا ولا امرأة ومن وضع سلاحه فهو آمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله إن تقوى الله عماد الأمر كله وسبيل النجاح والفلاح لنا في الدنيا والآخرة ولا يمكن أن يكون لنا نصر وتوفيق بلا تقوى فاحذروا أيها الأحبة واعلموا أن التقوى هي أن تجعلوا أنفسكم دائما وأبدا في وقاية من عذاب الله وعقابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في كل أحوالكم وأوقاتكم في سركم وجهركم في حلكم وترحالكم فلا يراكم حيث نهاكم ولا يفقدكم حيث أمركم والآيات كثيرة في الحث على التقوى قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ وقد ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى اتَّقوا الله أربع وخمسون مرة لما لها من أهمية وقد ورد قوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ معية الله تكون للذين يتقون الله وردت ثلاث مرات جميعها عقب آيات القتال ولو نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدعائه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كن أكرم الناس من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله عن العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة قال الحافظ بن رجب فهاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا وسعادة الآخرة أكثر ما يدخل الجنة التقوى فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق والتقوى أيها الأحبة مطلوب منا جميعا مدنيين ومجاهدين رجالا ونساء قادة وجند في كل أحوالنا حتى نكون من الفائزين بإذن الله لأنه إن غابت التقوى فالنصر للأقوى قال تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وللتقوى ثمار منها التيسير لليسرى فالله عز وجل ييسر العبد لعمل الخير ويسدد رأيه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ومن أعظم الثمرات التقوى كذلك الوصول إلى الجنة قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا والله سبحانه وتعالى يبين لك أن تسارع إلى مغفرة من الله وتلك الجنة التي أعدها لمن؟ للمتقين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أحبتي في الله الجميع اليوم يتعطش لإعطيات الله من الفرج والفتح والنصر والرزق وغير ذلك فإن تحلينا بالتقوى نلنا ذلك وزيادة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وإننا نتطلع جميعا للحصول على معية الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وعلموا أن ميزان التفاضل والكرامة عند الله سبحانه وتعالى ليس كميزاننا ننظر إلى الأقوى وننظر إلى الأجمل وننظر إلى القيادي وننظر إلى صاحب المال وصاحب الحسب وصاحب الجاه لكن الله سبحانه وتعالى عنده ميزان آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم وبالتقوى يكون هناك الأمان من كيد الأعداء والحرز من شياطين الإنس والجن فمن أراد أن يتقي مكر أعدائه وكيدهم وبطشهم ليذكر أهل بدر حين جعل الله سبحانه وتعالى المدد لهم متعلق بالتقوى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين فالتقوى أيها الأحبة إخواني لا بد لنا أن نتق الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تهدموا بيتنا لا تغضروا ولا تخون لا تجهزوا على جريه اشتركوا في القناة